اشتركوا في القناة نرجسة صار أم يعني صحيح النرجسية ما بتتقطب تصور بعمر كبير بتكون ماشي مع الشخص من عمر كتير صحيح خلينا نقول أنه قبل ما تصير هالأم نرجسية شو هي هالنرجسية اللي هنحكي عنا اليوم هنحكي بالتحديد عن اضطراب الشخصية النرجسية عند الأم يعني في حال هيدا الشخص اللي عنده هالأضطراب الشخصية صار أم لأنه شوي هنستغرب أنه كيف أم معقولة تكون بتحب حالها وبتفضل حالها على أولادها هذا مع العلم يعني بس أنه نعرف أن الأم إنسان صحيح يعني الأم مش أنه هيقوة لما الشخص أو المرأة بتصير أم بتصير غير غير حدا الأم إنسان مثل غيرها عندها مشاكلة عندها صعوباتها عندها وعندها اضطراباتها كمان دونك هالأضطراب الشخصية معروف كتير وكتير شائع كمان بيناتنا بيكون أول شيء هيدا الأم كتير هالأد سانتريا متل ما قلتيها على حالها كتير هالأد بتحب حالها كتير هالأد بتطلب أنه هي تنحاب وبتفكر أنه كل الناس بينعجبوا فيها وكل الناس بيحبوها أو بتطلب هالشي صحيح عندها مشكلة أنه مشكلة الناس عم يهتموا فيها وهالأم منحس أنه عندها ما عندها الأمباتية أنا عندها هالنقص ما بتتعطف مع ولادة ما بتتعطف مع بنتها ما بتحس بالمشاكل الغير دايما مركزة على حاله وفيه شوية أنانية بالموضوع هوني لكن الشخص هو بيكون هيك وهي دي نتيجة شو أنه الشخص يكون حاسس حاله هو مركز لكون كله وقلا كل شيء يجب يدور حواله يعني في كتير عوامل بتلعب دورة لأنه الشخص يصير هالأد بحب حاله وهالأد مركز على حاله نحكي دايما عن هالعلاقة بين الأهل والولاد بمرحلة الطفولة الأولى يعني في كتير أهل هالأد يسير استيم والولد يعني كتير بيعطوه أكتر من طاقتو بيحملوه أكتر من ماليزم بحطوه برسيون عليه بيضغطو عليه بطريقة معينة بيوصل هيدا الولاد ما قادر يعطي بنفس الأطانطية اللي أهلو ناطرينا ولكن بضل في هيدا الضغط وبيوصل على العمر الكبير بفكر حاله أن هالأد أنا شي مهم هو يمكن ما يكون وصل لمرحلة وما عنده هالاكتفاء النفسي في كتير كمان إيبوتاز أنه فرادية أنه الأهل لما بيكونوا هالأد بيهملوا أولادهم كمان في عنا احتمال أنه هالأشخاص يصير في عندهم هيدا الاتراب بالشخصية دونك هي عدة عوامل دائما الوز اكستران ممكن أنه الأعمال المفرط أو الاهتمام المفرط ممكن أنه يكونوا عم بيقدوا لها النوع من المشاكل أو لأي مشاكل تانية صحيح حسب الوضع المتأتي بس هون الأهل لما منقول بينتظروا من أولادهم أكتر ما هنه بيقدروا يعتروا طيب هيك طيب بعد عم مبلش من الأول بيكونوا عم بفكروا أنه هيك عم بيحس أولادهم على أنه يكونوا أحسن أوقات بتثبت يعني أوقات لما بيكونوا الأهل عم يحطوا براسه للولد أنه بيقدر يعتبر بيكتشف مع الوقت أنه إذا بده أي بيقدر يعتبر دائما العلاقة العلاقة بين الأهل وخاصة بين الأم والولد بدأت تكون بالنائقة وبدأت تكون تحفيزية لشيء اللي قلتي هالقد مزبوط ولكن أوقات كتير إذا منطلع حوالينا من لقي هالأهل أنه بيعتوا كمكليمان على شيء ما هو موجود عند الولد أو بيطلبوا من الولد أنه هو دائما نكون الأفضل بكل شيء أو البنة تكون الأجمل علما أنه هذا الشيء دائما في حدا أشتر من التاني دائما في حدا أجمل من التاني لما نبلش نعطي هالتحفيز هالكومبليمان نخلق هالموتيفاسيون عشي معين يعني عشي معين إم فيه الولد ولا عشي معين لبسته البنة نعطيها كومبليمان أو هيدا الشيء اللي لبسته بس مش أنه هي الأجمل دونك هون منكون ماشيين شوي بطريقة سين وسليمة نفسيا يعني بين أنه نعزز السقة بالنفس عند الولد وبين أنه خليه صير مغرور نزيد أو أوقات ونخلق هالشي أنه ما نموجود عند الولد عند ابننا أو بنتنا كبرت الصبية وصارت أم الأمومة عادة يعني بكتب القراءة أو بكتب الشعر الأمومة دغري بتخلي الشخص يتغير أو الأمرأة تتغير وتصيرها تفكر بطريقة مختلفة ولكن هالشي صحيح أو هي لأ حاملة معها كتير كمان من ضغطة نفسية صحيح بس كمان الصحة النفسية عند هيدا الأم هي كتير مهمة وبتلعب دورها بشكل أساسي وأوقات كتير فترة الحمل وهالجروساس وهالكوشمو وولاد يلي بتصير هي بتكون يعني هالقد بتكون عامل بخلي يبين عننا كتير مثلا هالإطرابات النفسية إذا في حال ما كانت مبينة قبل وخليني أقول أنه قبل ما تصير هالبنت يلي عاشت بهيدا الجو يلي منه سليم في هالعليقة يلي توكسيك من إلا يلي ما كتير سليمة بينها وبين بين إما يعني إذا كانت هي لما بينه مو النفسي والعاطفي ما كان فيها ما حسي حالة أنه محبوبة من قبل إما وكيف حتقدر تحب هي كمان وكيف حتقدر تحس حالة أنه أنا بقدر إنحب يوما ما قبل ما نوصل أنه هيدا الشخص يصير أم في مشاكل نفسية وفي شمين ماء نفسي مش هالقاد سليم عم تقطع فيه هيدا البنت في حال صارت أم أول شي خلينا نقول أنه في عنا في إدانتيفكاسيو معينة في تماهي لصورة الأم نتميها في يعني إذا هالقاد كانت هالقاد بتحب حالها هالقاد بتعشق حالها وإذا نحنا ما قدرنا أخذنا هالدستانس بيننا وبيننا وما قدرنا فهمنا الوضع المضبوط أنه هي عندها اضطراب نحنا فيه احتمال أنه نرجع هيدا الشي هالحب لزيتنا نرجع نعيده ونطلع نحنا كمان منحب حالنا ونكرر نفس الشي مع مع أولادنا على أوقات كمان الولد بهال مشكلة أو بغيرها بيكون واضح لقاله عم يعاني من مشكلة أهله بس بعيدة صحيح مع أنه بيكون عم يعاني منها واضحة لقاله بيكون عم يحللها يعني صح بس بعيدة من قد تأثير الأهل على الولاد صح وفيه أوقات هالدنايل يلي منحكي عنه أنه منشوف الشي ولكن منقول أنه لا مش معقول أنه أمنا تكون هيك مش صحيح حتى لو كنا عم نشوف هالسمتوم كل يوم منرجع مننكرها ما منحب لأنه جويتنا ما منحب إلا ما أهلنا يكونوا بارفي ويديال لكن نشوف هالأم يلي صار عندها ولد وبالتحديد بنت لأنه نعرف أنه تأثير الأم على بنتها تأثير كتير قوي هلأ صرنا بتاني جنراتيون هالأم يلي نارسيسية ويلي عم بتربي ولادة أكيد عم بتعطيون قد ما بتقدر بسي عندها هالصعوبة صحيح إنه كمان ما نعارف حالة أنه عندها هالمشلة صحيح وهي دي الفترة الأصعب خليني أقول أنه كل أم نارسيسيك يلي بتحب حالة ما بتشبه مش بالضرورة بتشبه أم تاني يعني نحنا عنا نوعين من الأم يلي بتحب حالة فيها الأم يلي بتحب حالة تكون هالأم هي مهبنة وما عاني لها حدا من ولدها يعني جبت هيدا الولد وهالأم مش عاني لها هالأم ما في ما عم تعطيها السوان الأساسية لإله هالأم فيها هالكراوس أفكتيف هاللاك بالأفكشن ما عم تقدر تعطيها للولد وفيه كمين عنا نوع التاني من الأهل من الأم تحديدا يلي بيكونوا شوي نارجيسيين وبيحبوا حالهم فيهم كتير يكونوا عم يأذوا أولادهم يعني أوقات كتير فيه منقول عن يعني لما الأهل أو الأم تحديدا تطلب من هالولد أنه هو يقوم بدورة مع إخويته أو يقوم بدورة مع الولد يعني هالأدو في كتير لأنه بتحملوا هالمسئولية وهون كتير صحيح بتحملوا مسئولية هي مع بلا تعاملها لأنها ملتية بحالها أو لأنها صحيح وهالكونسيكنس أنه هيدا الشخص ما عم بعيش وهالبنت أو هالصابة ما عم بعيش طفولتهم مثل ما لازم وما عم يتلقوا الاهتمام والرعاية المطلوبين من قبل من قبل أمهم هون هواقات كتير كمان بيصير فيها الاعتمدية يعني الأم بنسبة الأم المضطار بخليني أقول بنسبة أنه هالولد يدلوا يحس أنه أنا هالأدو باعتمد عليها وهالأدو ما في بلايها أعمل ما في بلايها أوصل كل شي بتقوله هالأدو مزبوط لك هي كمان بتعمد أنه تخلق هيدا التفكير وهالشمال ديسفنكشونال يعني ما أنه هالأدو سليم وصحيح عنده للولد فإذا عدة عوارض ممكن أنه تكون عم بتبين مش عارض واحد مقدر نقول فيه أنه هالأم نارسيسية أو عندها حب لازلت في أكثر من عارض والأصحب من هيك لما بتصير الأم المضطاربة تميز بين الولد يعني فيها هالأم النارسيسيك فيها يكون عندها ولد تعمله هالولد الرواه هالولد اللي يمكن مسموح لقله كل شي اللي ما بيغلت يمكن ما بتستعمل السانكسون معه والولد التاني بتختار ولد تاني بيكون هالبوك إميسار يعني هو اللي بيكون كبش المحرقة ويتحمل كل مشاكل العائلة صحيح بيتحمل كل مشاكل العائلة وهو دايما هالمزنب عن كل شي بيصير هون مش بس بيكون هاي ده الشخص أو هاي البنة تحديدا عم تنقذى ولكن بيكون عم نخلق هالريفاليتي بين الفراتري نفسه بين الأخوة وعم نخلق وعم ننمي يمكن جالوزي وغيرة معينة كمان بين الأخوة لأي مجال للتدخل أو للعلاج بهالموضوع كتير مهم في دور البي بس ما ذكرني أنه كتير مهم أنه هالبي يقدر يعرف الاضطراب اللي موجود عند الأم يمكن مش بسهولة بيقدر يحسها أو يحفزها لأنه تروح تتعالج لأنه كتير قليل منشوفهم بالعلاج النفسي وأكتر منشوف الولاد والولاد يلي عندهم اضطرابات بالأكل يلي عندهم ديبريسيون معينة ما بيجوا بيقولوننا أنه أنا عندي أم نارسيسيك بتحب حالها ولكن نجي منشوف هالقد في عندهم اضطرابات بالأكل هالقد في عندهم يمكن مشكل قدمين هالقد واصلين بالدبريسيون لا بيوصلوا بعدين أنه يتعالجوا دور البي كتير أساسي فيه ساعد أنه يستوعب هيدا الأم وفيه ساعد أنه لما هالبنت عم بتعاني أو هالولاد عم بتعاني من وجود هك أم مطربة يكون هو خليني ما حامله كتير ولكن قادرين أنه قادر البي أنه يخفف الضرر نفسي عن هالولاد اللي بيكون عم بتعاني من وجود أم مطربة وإم بتحب حالها هالقد وزانا أنه يكون البي معترف به هالشي مفيد للولد صحيح أكيد معترف فيه وعم بيجرب أنه يكون على أي المتفهم لوضع الولاد اللي هو وضع كتير صعب وممكن أن يكون نيح اليوم عم نحكي عن البي وقدي دائما منقول قدي أهمية أصلا البي وصورة البي قدي بتأثر على الولاد نحكي كتير عن الام لأنه يعني علم النفس هل قدي العلاقة قريبة عاطفيا بس صورة البي وكيف رح يتصرف هو مع هل مشكلة كمير رح تأثر على الولاد صحيح أكيد دائما دور البي دائما دور الام والبي هنا مهمين واساسيين نحن قد نحكي كتير عن الام ولكن مش يعني أنه دور البي ما أنه أساسي بمراحل النمو نفسي للولاد ودايما لما بيكون في اضطراب معيا يمكن مرض نفسي للأم أو اضطراب الشخصية عند الأم البي مفروض والأفضل نفسيا أنه يستوعب بهذه الديناميك بالحالات القليلة التي تصل لديكم شو كيفية العلاج وهالمعقول هالنكران يعني يبطل موجود أو يتقتنع هالمرأة أنه عندها هالمشكلة وأنه عم تأثر على ولادة فيها صحيح نحن الأشخاص اللي بيوصلوا لعنا مثل ما ذكرنا وقلنا أكيد ما بيقولوا أنه أولا أنا المتفد أنه أنا عم شوف لأنه عندي بروبلام مع أمي ولكن منشوفهم من بعد ما يكونوا قطعوا بمراحل دايما منحكي عن اضطرابات الأكل ليش بالتحديد والأنوركسيا بالتحديد لأنه دايما بتعود هيد البنت وهيدا الولد هالسلوك التعويدي لها العاطفة بها بها الشي بها الاتراب الأكل اللي بيصير فيه عندي يعني نحن هيد الأشخاص لما أول ما بيوصلوا لعنا أكيد البريوريتي بالعلاج هي لشي اللي هالقد بيكون مأثر صحيح مرضي ومأثر على حياتها اليومية وبيمنع من أنه تمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي ولكن الهدف الأعمى إذا في يقول سجلسون من العلاج النفسي هو أولا أنه هالبنت تقدر تعمل هالدي تقدر تعمل هالحديد على أمه النورمال اللي ما شفتها أوكي تقبل أهم إيطاب ويمكن الإيطاب الأساسية بالعلاج أنه تقبل أنه أنا أمه هيك ما حتتغير هيدا اتراب مهم أنه نضو ونفسر ونخلق سيانس لهيدا الشخص أنه شو يعني اتراب الشخصية النرجسية لون هي أول مرحلة بيقى العلاج وبتاخد كتير وقت الاعتراف من الولد لكان بمشكلة الأم هنا هم نحن نحك عن البنت بس يمكن نصابي كمان يكون عم يتأثر فالاعتراف من قبل الولد بمشكلة الأم هو أول خطوة صحيح لأنه أوقات كتير في بنيت بيطلبوا أنه أمه نترفقهم على المعالجة النفسية وبيطلبوا كتير أوقات أنه تتغير كيف فيها غيرها شو فيها أعمل أهم شي نعرف أنه نحن مش الهدف أنه نغير الأم نحن منشتغل على البنت نفسها لها تقبل وقع هذا الأم وتقدر أنه تخلق هالديستانس بينها وبينها وما تخلق لبعدين بالمستقبل مشكل صحيح ليا سوايا وصف معالجة نفسية وخبير نفسية لدى المحاكم أهلا وسهلا فيك نعم شكرا لألك وقفة هلأ ونرجع من تابعه نحن ويكون مع إيد سمارت شكرا للمشاهدة